بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 part 5 the stages before collapse والكلام ده طبعا بنطبقه على الكاميرات انا لو عندي simply supported beam under concentrated load ده الكروس سيكشن بتاع الكاميرا عايزيني نشوف الbehavior بتاع الكاميرا تحت تأثير الحمل لغاية لما بنوصل لمرحلة الفيلير طيب ادي الكاميرا بتاعتنا الكاميرا ديت عليها load اللود ده بيعمل ايه بيعمل deflection في الكاميرا وادي قيمة maximum deflection اللي بتبقى في النص وده الكروس سيكشن توزيع اللي stresses عليه ده هنا بيبقى فيه tension هنا في compression يبقى تحت هنا في neutral axis في tensile stresses هنا في compressive stresses طيب ده الكروس سيكشن أو الradius of curvature الناتج نتيجة وجود deflection القيمة بتاعته اللي هي delta وده الكروس سيكشن نتيجة توزيع اللي stresses ده neutral axis وهنا في tension وهنا في compression طيب الكاميرا ديت موجودة هي عليها load اللود ده بيسبب tension و compression يبقى تحت هنا في tension هنا في compression نفس الكلام نتيجة البندينج مومنت اللي موجود البندينج مومنت ده بيعمل ايه بيعمل tension force و بيعمل compression force في الجزء العلوي ده توزيع اللي stress ده اللي هو القيمة بتاعت الف c ودي قيمة الف t طيب uncracked concrete stage معناه ايه الكلام دهوت؟ معناه ان الكاميرا اللي عندي ما فيهاش cracking وده يحصل امتى؟ لما يبقى الف tension اللي هو tensile stresses اقل من الف r اللي هو المودلس of rapid shot والمومنت اللي موجود على القاميرا اقل من الم cracking او الم cracking moment اللي بيسبب cracking في الكاميرا والف c بتساوي الف t بشرط ان يبقى اقل من الف c dash ايه هي الف c dash؟ اللي هي المقرسيف strength بتاعت الخرصانة يعني ال stress اللي موجود لازم يبقى موجود في المنطقة ديك اللي هي اقل من compressive strength هنا الف tension بتساوي الف c وده الف c اللي احنا قلنا انه هو لازم يبقى اقل من compressive strength بتاعت الخرصانة ده توزيع ال strain زي ما احنا شايفينه linear ده توزيع ال stress برضو التوزيع بيبقى linear ليه؟ لان ما حصلش cracking عندي في الكاميرا طيب بنكمل مع uncracked concrete stage بنقول نتيجة المومنت المومنت دوت بيخلق لنا فورس فوق compression وفورس تحت اللي هي tension ال compression force بتساوي ايه؟ بتساوي نص F c مضروبة في B في نص H طيب التنشن فورس برضو بتساوي ال compression force يبقى ال conclusion هنا او الملخص ان انا عندي tension force بيساوي ال compression ده نتيجة الاكوليبرام الموجود على القطاع ال f c بتساوي ال f t ده قيمة المومنت وده ال f c بتساوي ال f t طيب ال f t بتساوي ايه؟ 6 m على b h square طبعا ده جاي من المعدل هي m في y على i حيث i هو المومنت of energy بنقول عند ال f t تنشن بتساوي ال f r حيث المودلس of rapture بتساوي سبعة ونص جزر f c داش يبقى في الحالة دي هاتة الكراكينج مومنت بيساوي f r في i j على نص H اللي هو ال y f r اللي هو المودلس of rapture شكرا